وعايزة أبدأ مع حضرتك بمسألة يمكن اللقاءات الثنائية والعربية اللي حصلت قبل قمة جدة في مصر سواء في القاهرة أو في شانو الشيخ أو حتى زيارات السيد رئيس عبدالفتاح السيسي العربية يمكن كان لها دور الأبرز في النهاردة وجود رؤية عربية واضحة وموحدة تجاه مختلف القضايا اللي بتواجهها الأمة العربية وأيضا العالم أجمع زي ما كنا بنقول أزمات متتالية سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو أيضا أزمة كورونا وما ترتب عليه من أزمات في مسألة الطاقة والغذاء وغيره هو طبعا استكمال لكلام حضرتك هو بالفعل طبعا كان تحرك مصر وتحرك الدبلوماسية الرئاسية ودبلوماسية القمة في القاهرة كان من أكتر من حوالي شهر حينما التقست الرئيس مع الرئيس اليمني وبعدين التقى في القمة السلسية وبعدين مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ثم وزير خارجية الإمارات ثم الجولة الخليجية فكانت تحركات مصر في البداية هي تمهيد الأجواء وترتبها لحياء فكرة النظام الاقليم العربي وخليني أضع الأمور في نصابها لأنه تحرك مصر تحرك كان مهم وتحرك يعني تجاه الدول العربية كانت القاهرة خلال الفترة الماضية هي نقطة ارتكاز للحركة العربية الإقليمية ربما حضرتك هتقولي ليه كان تكسيف ده لأنه طبعا ما كانش فيه قمة عربية قمة العربية مؤجلة والأشقاء في الجزائر ما أجلينها إلى نوفمبر ونتمنى بطبيعة الحال أنها تنعقد فكان تحرك مصر المسؤول باعتبار مصر هي أكبر دولة عربية طبعا وكان لابد أن تتحرك مصر في كل هذه الاتجاهات وتم يعني الاتفاء على أمرين أن احنا نروح القمة العربية الأمريكية برؤية أو مقاربة كبيرة في إطار المواقف العربية المسؤولة فكرة الدفاع عن النظام الإقليمي العربي اللي مصر قاضته ودول المسارة الرئاسية قاضته بداية من فكرة التحالف السلاسل اللي حدق ضم الأردن ومصر والعراق ثم التحركات المصرية في مجمل القضايا العربية سواء كان في ليبيا سواء كان في الأضايا الفلسطينية سواء كان في أمن الخليج تأكدت سيادة الرئيس دائما أننا نتكلم على أن الأمن القوم العربي المصري يتمدد ويتماس مع الأمن القوم في الخليج فبالتالي ذهبنا إلى هذه القمة برؤية عربية خلينا أقول وأنا متفائل أنها تبقى يعني الاتفاق حول الأسس والمرتكزات لحضرتك ستشتغل معها مع التحديات والمخاطر في الإقليمي البعض شايف أنه السعودية تحرك السعودية تحرك مسؤول ومهم بطبيعة الحال لكن هو ارتبط أيضا في تأديري بتحديات إقليمية ودولية القضية لم تكن فقط التهديدات الإقليمية ولكن شعور القاضي العرب وشعور مصر واستشعار مصر باعتبار أكبر دولة عربية أنا في تقديري الشخصي هو من جعل النهاردة الأمور حديك شفتيها أمام الشاشات أننا نتكلم على نظام إقليمي عربي لم يكن هناك حديث عن نظام شرق أوسطي لم يكن هناك حديث عن ترتيبات أمنية إقليمية شرق أوسطية اتضح بشكل كبير أنه مع الاستماع لكلمات القضاء والرؤساء العرب كان هناك نقاط مشتركة وبتأكيد طبعا للاحظة مهمة جدا حضرتك بالفعل أن كان فيه قواصم مشتركة يعني لو عملت تحليل مضمون أو محتوى مضمون لكل الكلمات القضاء العرب هتلاقي فيه قواصم مشتركة التأكيد على القضية الفلسطينية ده كان نقطة مهمة وده كان ملفه مهمة أوي يمكن سيادة الرئيس كان محدد أوي وتتالت كلمات القضاء العرب بما فيهم طبعا العهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان برضو واضح في هذا السياق ثم اتكلمنا على التهداد الإقليمية كلمنا على الإرهاب كلمنا على التطرف ففيه قواصم مشتركة لكن خلينا أقول في كل سياق كل رئيس من الذين حضروا وجه لأولويات مهمة يعني كان لازم إحنا نتكلم في مسألة الأمن المائي كان لازم نتكلم على حقوق مصر كان لازم نطرح قضية الإرهاب والتطرف اللي احنا بزلنا فيها مجهودات كبيرة دفعنا فيه التمن وطبعا التمن كان غالي فلازم تترحي ده مقاربات الدول العربية النهاردة نقلت رسالة له إلى الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جاي برؤية محددة هذه الرؤية المحددة والمقربة الأمريكية هو أنه لا يؤكد الشراكة فقط يعني أنت حاضر كل شوية بل يومين بنتكلم أنهما بيجددوا الشراكة في الإقليم وأنه بيسعوا إلى هذه نظرة مختلفة للشرق الأوسط في أولى زياراته الشرق الأوسطية الرئيس الأمريكي جوب بايدن هل احنا أمام يعني صفحة جديدة من العلاقات الأمريكية العربية كما وصفها وزير الخارجية السعودي تتسم بمسألة التعاون المشترك وليست إملاءات يعني خلينا أقول أنه من المبكر أن نقول هذا كل اللي حضرك شفتين نهاردة دي أقوال المهم أن تترجم إلى أفعال وطبعا بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي وهو جريء في هذا أن يقول أنه أخطأ وإدارته أخطأت في عدم إدراك أن منطقة الشرق الأوسط منطقة مهمة لأنهما ما جاي قدم الاستراتيجية الأمريكية المؤقتة اللي أعلنوها في مارس 2021 حطوا الأولوية كما تعلمي حضرتك لمنطقة جنوب شرق آسيا وحطوا منطقة أوروبا وحطوا التحالف كان في نوع من أنهاء الاستدارة عن الشرق بالزبط وتركوا منطقة شرق الأوسط اليوم في اعتراف ربما حضرتك تقولي لي والاعتراف ده جاي نتيجة الحاجة الأمريكية الأزمة وإمدادات الطاقة وما إلى ذلك والغذاء طبعا كان هناك حديث من أيام من المفاضل الأوروبية عن أنه حيكون في تعاون مع سيد رئيس عبد الفتاح السيسي ومع الدولة المصرية في مسألة الأمر صحيح صحيح فأنت بتتكلمي بلغة جديدة لكن أنا برضو عايز أضع الأمور في نصابها الولايات المتحدة وهذه الإدارة يعني خلينا أقول أنه الإدارة خليني أنظر فيه الزاوية الأخرى في أمريكا أنه ردود الفعل الأمريكي على الزيارة حتبدو في الفترة المقبلة مع أمرين أمر الأول هو ماذا نريد من الإدارة الأمريكية نحن نريد إدارة أمريكية تكون منصفة للحقوق العربية إحنا صحيح أن هم ما تكلموا فيه بيت لحم على فكرة الدولة الفلسطينية ومقربة الدولتين وتأكيد الحقوق الإنسانية والمساعدات لكن هو تحدث في إسرائيل عن أمور خاصة بالمساعدات العسكرية ومنظومات الدفاع وما إلى ذلك في الخليج تحدثة بلغة وقعية يعني خلينا أقول نحن داخلين مرحلة في نمط العلاقات المساعدة العربية حضرك أيما على فكرة الوقعية السياسية ومصالح مشتركة أن ليك مصالح وليه مصالح نقرب في مساحات التلاقي طبعا لازم تقف في قدام ومن حق كل طرف أنه يبحث عن مصالحه وده حق مشروع بدون إذاء للطرف بدون أن يحدث ضرر بالأطراف الأخرى كده حدا كنت تكلمي على إيران هو لم يتحدث هو الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية تتحدث على أن إيران خطر أكبر الأشقاء في الإمارات والأشقاء في السعودية وفي سائر دول الخليج لم يتحدثوا بالصورة المباشرة السعودية وفي المؤتمر الصحفي وزير الخارجية قال فيما معناه نحن لسه في جولات ماضية والأمور ماشية وفي وسطات عراقية وما إلى ذلك ففي جزء من ده مرحل لده الإمارات أصدرت طبعا بيان رسمي قبل عقد القمة أن إيران ستعيد سفيرها وأنها سيبقى فيه تعاملات وبالتالي رفضت الفكرة الأمريكية لكن خلينا أقول أول اختبار حقيقي سيكون بعد أيام قليلة سترى هذه الإدارة صادقة أو لا لأن المفاوضات النووية ستستأنف في قطر وبالتالي هذه المفاوضات إذا نجحت في توقيع مرحلة أولى لعملية الاتفاق هنا سنقدر نحكم على الإدارة الأمريكية أهل الإدارة جدة في كل ما ذكرته ولا هي بس في موضوع إمدادات الطاقة بتتعامل معاهم والمصالح الاقتصادية أولا الحاجة الثانية هي أنه ما أعلن على فكرة ترتيبات الأمنية موضوع حلف الناتو العربي وفكرة الشرق أوسطية وهي لم يكن يعني ما فيش أصلا حديث عن مسألة نتو عربي بالضبط هي كان طبعا ما يتردد بس خلينا أقول أن الفكرة قديمة مش جديدة لأنها طرح تقامل رئيس سترامب في فكرة اللي هي الناتو العربي للشرق أوسط وبعدين ترحت في تجمع اسم تجمع ميسا كان تطوير للفكرة فهو بيعاد تطوير أفكارها بسرعة أو بخرى لكن الولايات المتحدة لن تصيخ شكل أو مقربة لأمن المنطقة النهاردة هنتكلم على الأمن القوم العربي ولا نتحدث عن الأمن الشرق أوسطي نتحدث عن مواقف عربية وليس مواقف دول الشرق أوسطية دي نقطة مهمة جدا يعني النهاردة بالفعل التأكيد على فكرة القومية العربية الجديدة أو المعاصرة أو نظام الإقليم العربي أعتقد ده شيء مهم جدا نتأكد عليه لأنه طبعا مخاوف الناس كانت بكل تعليقات أنه لا فيه ترتبات أمنية فيه شيطانة إيران فيه تهديدات للإقليم كل ده وضع فيه سياقه اليوم أنا أعتقد أنه العلاقات الأمريكية العربية بالفعل تحتاج إلى تصويب مصار جرى في السعودية اليوم الخطوات الأولى طبيعة الحال أننا متفائلين لكن لازم تبقى فيه إجراءات بناء ثقة هذه الإدارة الأمريكية عليها أن تتفهم مطالبنا لدينا متطلبات عربية ولكل دولة عربية بالمناسبة فبالتالي إذا لم تتفهم الإدارة الأمريكية هذا الأمر وتقسره على موضوع إمدادات الطاقة وأوبط بلس والسياسات النفطية أنا أعتقد ستكون هناك مراجعة ولن نعطي شيكا على بياض الإدارة الأمريكية هذه المرحلة مرت ولهذا كان الرئيس الأمريكي صريح وجريء حضرتك ما قال إيه أنه إحنا لا نريد أن يكون هناك فراغ في الإقليم أن يكون هناك الصين تكون روسيا لا الدولة العربية اليوم لديها إمكانيات لديها قدرة على الحركة لديها أوراق ضغطة فبالتالي أعتقد الإدارة الأمريكية ستقيم أمورها لكن خلينا نقول لا نريد أن نعطي الإدارة الأمريكية أكتر مما تستحق الإدارة الأمريكية فقدت مصدقيتها في مراحل معينة هذه الإدارة السابقة والرهنة كما تعلمي طبعا مش في ملف الفلسطيني يعني أيضا في ملف العربي